الشيء الذي أقوله هو أن نتحدث وبدون رمي الورود أنه منذ ما جئ السيد رئيس الجمهورية اليوم وكأنه بخطة حول تطبيق برنامج والوعود 54 أجد أن السيد رئيس الجمهورية وخاصة أن نرى أنها تلك الجائحة جائحة كورونا وأهم المخلفات نتاحة الحمد لله أنها في تلك الفترة وفي تلك الوقت العصيب لكان الاقتصاد العالمي يشهد العديد من التوترات أنها العديد وأن هذا الممر نحي إخواننا من الفلاحين أنها كانت هناك مغلب أغلب المنتوجات أنها كانت متوفرة والسيد رئيس الجمهورية أنه كان وعد الشعب أنها تكون هناك زيادة في الأجور وحقيقة أن هذا التامسناه أنها كانت هناك زيادة والشيء المفرح أنه يكون هناك التزام أنها بين سنتي 2023 و2024 أنها إن شاء الله تكون زيادة تصل تلك النسبة إلى 47% وهذا منذ العديد من سنوات ما لاحظنا هذا الارتفاع من جانب آخر إذا تحدثنا على الجبهة الاجتماعية أنها كان من أهم الوعود أن تكون هناك منحة للبطالين الشباب أن هذه المنحة جسدت وكان في هذه التشهر أن هناك كذلك زيادة نلاحظ أن هناك التزام آخر بخصوص الجبهة الاجتماعية أنها إن شاء الله قبيل ديسمبر 2023 أنها شباب عقود ما قبل تشغل أنها تكون هناك إن شاء الله تسوية نهائية كل هذه التدابير إن دلت على شيء تدل أن السيد رئيس الجمهورية أن هناك التزام كبير اتجاه المواطن على مدار السنة وفي خلال هذه العهدى الانتخابية نجد كذلك من خلال لقاء الصحف اللقاء الدوري للصحافة أنه وكأنه الرئيس كل تلك المخرجات تصب في رهان المواطن عندما تحدث وركز بشيء إيجابي عندما يقول أنه لا يرغب أن تكون هناك ندرة إذا تحدثنا الندرة على كل المواد فهذه حتما تسقط على المواطن وقال أنه يكون هناك حتى فتح لباب الاستيراد من خلال نجد أنها في فترات مضت كانت هناك بعض الاضطرابات بخصوص العديد المواد الأساسية مثلا كالزيت كالحالب الحمد لله كانت هناك إجراءات جد صارمة لاحظنا اليوم أن المواطن في العديد من الأمور متعلقة بالمتاجر أنه تتوفر هذه المواد وأنه السيد رئيس الجمهوري يولي أهمية جد قصوة سواء في المواد والرفع من الأجر هذا إن دل على شيء أن هناك الحمد لله سياسة حكيمة نلاحظ أنه كذلك في سنة 2022 أنه في الارتفاع في الميزان التجاري إن دل على كل هذه الأمور هي حقيقة تصب التجاري ونحن نثمنها ونطالب كذلك بمزيد إن شاء الله لأن هذه القدرة الشرائية عندما ترتفع أن هذا المواطن يبقى في أرياحية وكانت هناك العديد من التعليمات إذا تحدثنا وزارة المالية كل هذه الأمور أنها إن شاء الله سوف تصب هذه الزيادة ولا ننسى إخواننا وأبائنا من المتقاعدين إن شاء الله يكون هذا الشهر يكون شهر رحمة وشهر مودة وندائي إلى الإخوان لنشطع على مجال التجاري وعلى مجال الفيل أنها تكون الرحمة في قلوبهم اتجاه المواطنين